اهلا بكم في حلقة جديدة من انجليكس بلورر عايز تسافر؟ طب خلينا جدل عليك السعر عايز تسافر وتاخد فلوس غريبة صح؟ اوكي انا جربت الموضوع هو اي نعم مغادش فلوس لانه كان بروجيكت بفلونتيرين اللي هو عمل تطوع يعني طيب في اكتر من طريقة ان انت تسافر وتاخد فلوس وممكن كمان تكون الفلوس كثيرة جدا ايه هما؟ زي الانترنشب انترنشب يكون تدريب انت مثلا لو في اي مجال معين زي هندسها طب اي ان كان المجال مش الدولة بس انت ممكن تسافر لشركة معينة بتكون المجال بتاعك تدريب مثلا ست شهور او ثلاث شهور او اي ان كان او ممكن تسافر تبع معساسة بيكون واخدينك على حسن المجال بتاعك لكم شهر وبتاخد عليهم اجر عناق مش زي الموظفين اللي عندهم بس بيكون برضو الاجر بتاعك كويس جدا فيه حاجة تانية ان انت ممكن تسافر عن طريق ان انت تترشح لجائزة معينة والترشح لجائزة لازم تكون شخص واو يعني ممكن وانت قاعد اونلاين بتدور على المواقع اللي بترشحها للجواز معينة وتكون لها علاقة بالمجال بتاعك وبتقدم عليها طيب كل اللي انا هعمله في الفيديو ده اننا هقدم لك المواقع اللي بتقدر تقدم من عليها للجواز دي انا انا ترشحت لسبع جواز بس يعني الحمد لله قد الله ما شاء فعل انا ما كسبت شغل واحدة فيهم مفيش غير بس جائزة واحدة كانت في امريكا واللي هو وصلت للمرحلة القابل الاخيرة اوكي طيب ايه المواقع دي؟ فيه موقع اسمه OYA Opportunity الموقع ده بيتحلك ان انت تقدم او التدريب اللي انا قلتلك عليه دلوقتي او ان انت تترشح لجائزة معينة او تعمل طبعا ده بيبقى اكتر على الصفحة بتاعت الصفحة بتاعت الصفحة الامريكية بيكونوا هم برضو موفرين الموضوع ده جدا بس طبعا بتبقى هي زي بينك وبين الناس كتير على حسب قدرتك حسب قدرتك طبعا لازم يكون اللغة بتاعتك على الاقل بتعمل يعني بتعرف تفهم الناس ستتكلم معهم وهيجيلك في البداية قلتشرشوك هناك شوية بس اول كام يوم بعدك هتتعود على الجو عادي جدا اوكي فكان اول موقع معنا هو OYA ثاني موقع وهو Isaac Isaac هي مؤسسة غير بحية انت تقدر تسافر عليها بس مش انك تاخد فلوس هي بتكون ان انت بتدفع تيكت بتاعتران بتاعك والمصاريف الفيزا والاقامة بتكون عليهم هم هناك والدعوة بتكون على حسبهم اوكي الموقع الثالث وهو سكولاشيب بوزيشن انت ممكن تعمل عليها سبسكرايب وهو بيبعط لك النيوزليتر بتاعته المنح اللي جاية والمنح اللي فاتت والمنح اللي موجودة حاليا سواء المنح لدراسية اللي جامع معينة او تدريب او او انك تترشح لجائزة معينة بس ده بيكون مش كتير على طيب انت ممكن تكتب بس كندديت فور او او انترناشنال على جوجل هو هيتطلع لك كزا موقع بس انا اللي بتهملك دول دي المواقع اللي انا تعملت معهم وفي نفس الوقت قدرت ان انا اخذ من عليهم زي منحة او ان انا قدرت ان انا اترشح لجائزة منهم اوكي بالتوفيق لكم جميعا لو عايزين تعرفوا اكتر او عندك اسئلة معينة ممكن تضيفها في الكومنت وانا هسيب لك المنح دي او اللينك بتاع الويبسايتس دي في الدسكريبشن منتنساش تقرأ ومنتنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا وتعمل تشير لاصحابك ومنتنساش تفعل زر برس اشوفكم في حال اميضا اشتركوا في القناة